مشاهدين اي تي في كل عام وانتوا بخير ويا رب تكون سنة سعيدة على الكل مليئة بالحب والسلام والامان اسمحوا لي اول شي اقدم نفسي معاكم الفنانة مرام اليوم انا ضيفة معاكم في هذه الحلقة المميزة في بداية السنة واسمحوا لي ارحب في مذيعاتي نورة واسار تفضلوا تفضلوا ضيوفي لا 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 اليوم من الضيفة انا ولا انت حسنا ماذا يقلبكم انا لا ادري ورا احنا وقف حسنا لا انا وعد كلنا حياتي مرام حياكم معانا دعونا نقدم الحلقة اليوم المدعاة استغنانة عنهم انا بيهم لا احسنا بصراحة تسكين علينا ولا تسكيت يورادي علينا في مدارة الحلقة النتيج بالخير وكل عام انت بقى الفخير كل عام وانتوا ان شاء الله تكون سنة حب وفرح ونجاح وسعادة بدنا الله عليك والله كل ما اتصل فيني احد يعايدني او اضطر شولي معايدة دائما اقولهم يا رب تكون سنة تحقيق الامنية امين وايد وايد احس في ناس فيهم غصة في اشياء وايد بخاطرهم مو قادرين يسوونها وما سواها في السنوات اللي طافت او حاولوا حتى يغيروهم من اطباع او حاولوا حتى يجددون من طاقتهم او يغيرون اسلوب حياتهم وما قدروا خلي حاولونها السنة ماكو مشكلة ماكو شي يضيع الوقت موجود والعمر موجود والله يعطي لكل الصحة والعافية والعمر المدينة وترك كل تأخيرة فيها خيرة من رب العالمين اذا الله ماكتب لتش الحين اكيد ان شاء الله كاتب لتش الافضل بعدين اكيد ربي سبحانه وتعالى ما يختار لنا الا الافضل صح اكيد ما خلقنا عشان يتوهنا احنا موجود عقلنا وموجود ايماننا ووازع الديني الحمد الله وكل شي راح ندل دربنا طالما احنا نمشي ورا الصح ونشوف شنو الافضل راح تكون حياتنا ان شاء الله افضل مرام شنو القصة اللي عندتش اياها والله وايد اشياء يعني حتى اذكر دق علي قال شنو مني تتكبس لنا اليديدة اتشاري بوله 13 مليون اوه اشمال 13 يعني شوفوا ثلاثة منهم مليون 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 حق اوعي عيالي والعشو حقي رقم 13 وايد يعني يتشامون اوه شايد لا لا يتشامون منا اما اقرب سينا اصدق بن عرف ويوجد منهم عرفوا بتعني خلقة الموضوع ان اصدق بن عرف شوفوا انتشائر من رقم 13 خلق اطلبت شدية بس 16 مليون و بعد يوم بعد عندش 10 ملايين بعد اصدق بيوم سينا لا 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 واحشوهم بناو بالضبط كل واحدة عنده مليون و انا قلت بوزق ثلاثة و العشرة حتينا يتشتق بصدق بحسابيه شخبار القصة التي سألتك عنها هذه القصة أبيها 18 مليون بس شنو الشيء ليما ودتش أنه خلص يتكرر شوفي 2019 شوفي 2019 يمكن مريت بواكة صحية وايد شايدة صحية خلتني شوية أغير أصلاً أسلوب حياتي كله نظام أكلي كله عدت حساباتي بوايد أمور ما كانت تجربة سهلة أنت يوقف قلبك ويشتغل بسم الله عليك جلطة وايد شايدة أزمة قلبية وايد شايدة على سلامتك يمكن وقتني على وعد أمور أن أنا مشيت بشغلي أنت عارفين هذه الضغوط لما تعيشين حالة بس شغل بيت شغل بيت شغل بيت الروتين الطبيعي الروتين الطبيعي ومو قادرة حتى تكسرين الروتين هنا يصبح عندك شوية عدم توازن حتى حسبتك في القرارات المفروض ما تأخذين يعني أنا نفسي نحن كحرين مالتي تاسكين نحن نقدر نسوي وعيد أشياء بوقت واحد حرّة قبل شوية كنا نقول نحن كتابة كل يوم تقولون نحن كتابة لا قبل شوية ما قلت هو مع منه؟ لا ترى بيننا بيننا يعني كنا قاعد نسول نحن كتابة بيننا نحن كذلك نحن نسوي وعيد أشياء بوقت واحد صحيحات حسنا ماذا تقدرون؟ المصيبة أنهما متحيني يكون يتكلم بالتليفون وانت تتحاجين يرد عليك يقدر فز أصلا أمو هذا هو إحنا لا إحنا نتحت بالتليفون ونطبخ ويمكن شايلة أولدوش مني صح صح ويمكن شايلة أولدوش مني عربت الورا فعنا فعلا ملتي تاسكين بس يمكن الفترة الأخيرة أنا ما ركزت على هالموضوع يعني ما استخدمت كل طاقتي خفت حتى على نفسي مع أني ما استخدمت كل طاقتي همطحت صحتي يعني صارت شوية البلنس اخترم الحمد لله على سلام تجوه هذه بطراحة الوعكات الصحية تخلي الواحد فعلا يعيد حساباته يفكر أكثر ويقرر أكثر حقا الدفتار يديد وغير حياته لا دفتري يديد خلاص لقيت الدفتر القديم كان فيه شخابيط وايد يعني ما أدري عشان المفهوم يكون واضح تكون مرت هي سنة قلقلت الكل ما أحس أن الكل كان متلخبط الكل كان مرة أب مرة داون مرة أب مرة داون ترى أنا قريت أن طاقة 2019 كانت سيئة جدا سيئة جدا سيئة للجميع وأنا قريت هذه المعلومة بعد أن كانت على كل الأبراج لأنه في مرور كواكب ونجوم علينا يعني على كل الأبراج تزعج صاحب البرج يعني أنا يمكن مو مؤمنة بالتنبؤات كثير ما أنا أقرى في تفاصيل شخصية عشان مثلا أقول أنت برد شنو؟ أنا حوت حوت يا يما شنو رومانسية وتبين تبين الفارس الأبيض على الحصان عشان نشيلك يا سندريلا يا سندريلا عشان تحلمين لا هذا يمكن بالمراحقة مراما الحين شوي مع النضوج اختلفت كل مقاييس الرومانسية عندي حلفة بس ستل تذكرين يعني تبين قصة فريتيل تشري اي ممكن العاطفة موجودة بالحوت اي 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 وايد عاطفية المرة الحوت عاطفية أبعد الحدود حساسة لدرجة ادني على وراتك ممكن تزعل يعني على قوتها انطبت على خشمها الذبان اتهاوشتوا معها شبك مرام حتى قبل الهواء كلها كانت تركت لابراد شفتي شان اثرين الموضوع لان احد كان مهتم غير انا ونورة بالموضوع لا انا اهتم لان لما امثل شخصية لازم احب اصنفها على حسب يعني ترى يعني ترى يعني وايد يفيدني الموضوع اشلون اشلونت شونت يعني ترسينه ردود افعالها انتي لما تقرين قصة قصة بني ادمة حواليها اشخاص مرتبطة فيهم شون علاقتها فيهم شون تعامل معاهم شون ردود افعالها تبين هذي شنو برجها على الطول اعرف شنو هالبرج هذي شتحب من الوان مواصفاتها استايلها شكلها ليه هالدرجة يعني شوني شكتر انا اين لما ادش عالم شخصية يعني لطيفة في دفعة القاهرة ايه يا الله يا الله هالشخصية شكتر اتعبتني اتعبتني ليش لانها وايد مو طيبة ولا ساذ بنفس الوقت بس كوية من داخل وشون تعكس انطباعها انها انها مو مهتمة هذا ما كان سهل صح صح طبعا يعني المرة صعب عليها تكون مجروحة وما يبين بعينها صح انا انا اشوف الانسان من عينه صح العين فعلا مرآة الروح لما تبتعرفين روح اللي يجدامج ركز شوية في عينه راح تعرفين تفاصيل الداخلية لان العين ما تجذب صح العين كل شوان تجذب يمكن دفعة القاهرة كان من اقوى المسلسلات في سيزن رمضان و2019 18 فعلا المرأة المثقفة مختلفة تماماً عن المرأة اللي ما ثقفت ولا قرت ولا اطلعت ولا عندها أصلاً فيدباك عن أي مواضيع اجتماعية لا شرط تكون شهادة في حريم قبل وعنده مجتمع أيوة في حريم قبل حدها مجتمعها يارتها ليمها صح ما تعرف ما اطلعت ما شافت لكن لطيفة لما راحت مصر طلعت على عالم مختلف تماماً تحدث نفسها وتحدث زوجها وكملت تعليمها عشان شنو؟ عشان تكون قوية تقوى صح يعني اللي بوصلة المرأة المتعلمة قوية قوية لأن عقلها شقال نحن مو يقولون حنا ناكسات عقل ما في متعلمة طيبة؟ هذا وايد صحب مو يقولون عننا ناكسات عقل لا هذا لأننا نحن عاطفيات أكتر هذا هو بس في ناس للأسف يترجمونها لصالحهم على حسب الموقف شوفاي كل واحد لما بيقطلة شعار ولا بيقطلتها أيقونة عشان أنت عشان أنت تستفدت من داخل يكون أكيد عارف أن هذه رح تأثر عليك هالكلمة يعني فيه فيد باك من من فوبا أن هالكلمة لا رح تأثر على هالك يعني مثل كلمة ناكسات عقل ايه ايه وأنت وكلكم ناكسين عقل انزيل ليش ناكسين عقل ما سألتوا نفسكم لأننا نحن عاطفيات كل ردود أفعالنا مني من القلب ماتي من العقل هناك دور المرأة المتعلمة هناك تتعلمين علي المرأة المتعلمة تعرف تسوي سويتش تعرف متى تشقل عاطفتها وتعرف متى تشقل عقلها وتحكمها يعني في تربية الأطفال بتلاقيينها شوية من هالصوب ها يعني اللي شاطرة وماسكها العصة من النص هذه شاطرة لكن بتلاقيينها عاطفية أكثر صح لأن عيالها عيالها يعني حياتها عيالها يعني قطت كل اللي عندها صح عنزين وبعدين شون بربي ملازم هذا يشتغل على طاري العيال مادر الأسلام أتوقع انستتفقين معاي انتي أم حنونة بس شديدة وايد وايد يعني ما شاء الله مرسخة حياتك لأنه من مقابلات من السناب ما رام rall التمستفيك انتي ما شاء الله عسامية يعني تحبين شغلك حيلا وايد وبالمقابل ويد تحبين بيتيك وعيالتي ابتحي انتي علي تعلي جمعيهم مع بعض صعب بطاطّ ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك والله Original معدني عني كذان اي صعب يعني يعني صعب تعطين هذا أمية بالأمية حجة؟ أين المرام الصعوبة؟ بالتربية نفسها؟ أين؟ في الدراسة؟ في كل شيء، العمر يختلف، كل ما هي كبر الياهل كل ما يبيه لأنك أنت توعين أكثر وتشوفين هو كبر هذا، ليس كبر عمره مستحيل، مرام اليوم، أحتي بكل مواضع اللي صرفنا فيها اليوم قبل الهواء ما دراني عنكم؟ والله ما دريت شكرا لأنك غير طاقة جد أصغلا لا أن BLOز يوتي مواضع جديد إن رامها ودمرتناyez عميلة سأت اسยد ٌ٦ al良し الأول سؤال أ各位 supposedly ليست بأن ما قالوا أمنياتكم؟ وما تعلمتهم من السنة التاثرق الشيء هذا الأهم الأهم جميع ستوقجان أنني أدي أهم و.. هل مرحف نحن لم تقعد سعائلة سبع نجوم. العودة الرد والوسطارية الرد والصغيخة. يعني شنو. لا أنا ست سنين. تسألينا شنو تعلمت من السنة اللي طافت. بيقولت رحت المدرسة. صح بعدها. هذا حدا. عادي ما أعطي فلان ككاولة. يعني هذه الأشياء اللي تشيني بسيطة. لكن العودة عاد طبعا لأن أسمع عليها سبتاع السنة. قلت لي تعلمت أنه أنا لازم أشد حيلي بالدراسة. عشان آيب درجات عالية. قلت لي تعلمت لي. يعني هذا شيء جيد إلي. أما الوسطانية تعلمت ركسات يديدة. هكتكتوك مهن نسمى؟ هكتكتوك. تعلمت تحديات و ركسات يديدة. زين فيها تحبز الفن الاستعراضي. يعني فيها من ميولك. إيه بس ما لا عمل قاعدة بالبيت أختي. إيه؟ ما ودت. يعني ما شاء الله ترى أنت وكلكم عائلة فنية. إيه بس ما أريد حياة الشهرة مختلفة حبيبتي أنت. صح. ومتقدم. فإنه عيال فلانه. فما بالك خلاص يدشون القوقعة اللي كل فنان مستين يعني. أنت خايف عليهم ولا يمكن أن يواجهون. ما رح يقدرون يواجهون. لو أصرت مرام تمنعينها. طبعا. وين دور الأم. بتصرر شلون ما أنت عاد الكنترول عنه. حتى مرام من فترة كان معنا الفنان خادلي عجارب قال نفس الشي قال أنا أنا مستحيل أخلي يعني عيالي يدخلون الفن. لا أنا هو عالم الشهرة نفسه ما أتكلم مثلا. شنو نوع الفن اللي بتقدمه. بس إذا بتين بتقول لي الفن رسالة. بقولك قبل كان رسالة ورسالة وايد عودة ومهمة. واليوم دور الإعلام اختلف تماما. لا نلف وندور. أنا ما حب أقول كلام مغاير للواقع. الواقع يقولك الحين حتى السوشال ميديا صارت اهي المسيطرة تماما على نوعية الأفكار ونوعية الأشياء اللي قاعد تناولها بشكل يومي. يعني منهم ما يقوم من النوم يبطل تريفون يطالع عن استجرام ورسمك. حتى لحبار قم لنشوفها أول بول. شكرا. يعني دور التلفزيون شبه راح ينعدم. لا لا نرضى مرامج. نحن كلنا مراضين بس هذا واقع حبيبتي. صح. إذا ما صار فيه توازن هذا واقع يخرج. ممكن. اللي يخرج أكثر. يعني أنا أعتقدت كلها هذه برامج السوشال ميديا لها فترة وأكيد وتنتهي. في وسائل الإعلامية ضمن وجودها. قلنا 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 هذه فقاعة. إذا كان يمكن فترة ويتغير كل شيء. على � burnالنا. تم دهاررب ك Bourg. تبتطل ميديا. historia ميديا تبتلية. حدةJa. 媽 ميديا قلنا خطي الدنيا. تبتطلية ح стан Ltd. ما تقدرين ؟ حتنا سلاحный حد واحد. إليها ت Burns! الله. يعني��터. سوري ضيوفي الكرام. عندكم كلمة بتقولونها؟ احنا والله نبن نطلع فاصل ونرجع. طلعين الفاصل دامنش انتي المذيعة. خلن نطلع فاصل ونرجع معاك. طبعا هذه من أجمل الأغنيات اللي عادها حسين الجسمية. هوايط قديمة. عار. عادي. طبعتون لنا من الحار. عشان الله يولي نمع ويهي. تحبين هذه الغنية؟ احبها. هي معانها قديمة ترى. صح. بس لما عادها الجسمي كان برافو علي صلح. صلح. صلح اما براوة علي. صلح. متى ندى نشوفه شعيل دام حز كلمنا على الغناء. انتي كطاري. انتي ليبت كطاري. منقال. 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 يعني انتي ما ولهتي ما ولهتي. وايد ولهتي. ودي. بس يبين اتفرق عدراء البالين شداب. ترى يعني تركيز الصور. ماذا من التمثيل؟ لا تجهي. لا 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 لا. في حواس اكثر تعمل. التمثيل يمكن حركة كلام. بادي لانجووج ري اكشن يوصل الفكرة والحالة. بس ما اصل احساس احساس بكلمة. احساس بلحن. هذا اصحب. ادمراء يعني انتي قدمت تايل غنى في عمر صغير. وقدرت يطوصن حق المسامع. الحمد لله. فما بالك مع النضوج والاحساس رح يصير اعمق. اجمل والله. والله انا شوفي يعني صار لي مدة طويلة ما دندنت. يعني حتى ما سمعت. بينك وبين نفسك. والله بيني وبين نفسي صدقيني. ما صارت يعني قبل كان عندي متعة لما اسمع اغنية بالطريج. وانا رايحة وانا راددة. الان ابي سعي لان. من الزعاج. من الزعاج والزحمة اللي داخل. ما في مجال بعد انطرب. بس الحين لا. لما يصير عندك شفتش شوية ترتاحين. هنا تتجدد طاقتك. يعني انا توني منتهية من عملين. واحد خارج دورة رمضان وواحد برمضان. اللي خارج دورة رمضان اسمه والدي العزيز. تأليف حسين المهدي. اخراج علي العلي. وكان شخصية وعالم. ووضع وحالة. وبعدها على طول. وسط التصوير ده الشيط المسلسل الثاني. الكون في كفة. تأليف علي الدوحان. اخراج سائد الهواري. اول تجربة لي مع أستاذ سائد الهواري. كل التحية اوجهها حقها. وأقول يا ربي يا ربي ان شاء الله رمضان 2020. بنشوف عمل حلو ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. شو الأعمال اللي 2019. أو على الجانب الفني. شفتي الأخبار. الأمور. نحية خطوات الشيطان كانت من أهم البصمات اللي على المستوى المسرح خنقول. اهتميت فيها وطلعت بشكل مغاير. واشتغلت مسرح كبار من زمان. أنا مشتغلة مع أستاذ عبد العزيز المسلم. وتحية لا أوجهها بعد. والمسرح السلام والقروب اللي أكثر من رائع. ما شاء الله ما شاء الله بنصك يمكن خمسين عرض. ما شاء الله. يعني لأنه رحنا فيها برا. وبنروح ان شاء الله بعد. عندنا شهر اثنين في البحرين. ان شاء الله. أحب الأعمال اللي من هالنوع فيها قيمة. فيها هدف. فيها رسالة. وبنفس الوقت فيها كوميديا. وفيها استعراض. صحيح. وفيه ابهار. وفيه ضحك. يعني جامع لاثنين فساير العمل. أنا أنا جدا استمتعت. إذا أنت مبدع ما شاء الله. مسرح الطفل ومسرح الكبار. ما هو الأقرب لتش؟ يعني أنت قاعدت بدعين بمسرح الطفل. بين الصج مسرح الأطفال. حلو. أنا آخر شي حضرت أساء لي. لأن أطلع إلى عالم الخيال. حلو. يعني دائما مسرح الكبار. لازم لبنثل شخصية من الواقع. صحيح. فلما بأكتبس شخصية من الواقع. بتكون سهلة علي. يعني قريبة. ما تعبت عليها. ما سويت لها تكوين. صحيح. بس لما بروح حق عالم الأطفال. في نوع من الخيال. يعني كاتل حتى نفسها. مثلا القصص اللي مثل ما أخوذها مثلا. مع أنها صعوبة أن نش توصين الفكرة اللي تبينها. وهو صعوبة صاير حتى مع الناس. كل ما فهمين غلط. صحيح. والله. والذات يمكن أنا. يأخذون أول كلامي ما يسمعون الباجي. يعني يمكن أنا أبدأ بهجوم. لا. لا. لازم أتغيرها. سكتي تاريخ الميلادي خطير. كيف سيحدث؟ 2022-2022. الله. لا. 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 لا أعلم ما أعلم. في عينة؟ لا. لا. حلو مالي. لا. 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 وزير الإعلام أمر بتشكيل لجنة تحقيق عن العرض المسرحي هادس. الفنان سماح تفوز بجائزة أفضل ممثلة ويوسف البغلي بجائزة أفضل ممثل والمخرج أحمد العوذي بجائزة أفضل مخرج في حين فاز سامي بلال بجائزة أفضل تأليف. أما ختام عام 2019 كان مسكن بحصول الشاعر بدر بوريسلي والفنان محمد المنصور على جائزة الدولة التقديرية. صحيح مرام يمكن في 2019 إذا لاحظت بالأخبار الفنية والمهرجانات للجوائز التشجيعية اللي صارت من الدولة العديد من الفناني. نتحدث عن عبدالله التركماني محمد المنصور خاد المفيدي وغيرهم من الفنانين اللي قد يستحقون أكيد هذه الجوائز. انتي تشوفين ان انتي قدمتي لا تعطيني هذه النظرة. انتي تشوفين. انتي تشوفين. انا بسؤال. انتي تشوفين. الفنان لا الله انا قاعدة انا قاعدة انا قاعدة انا مؤثر انا سويت شيء وانجزت شيء اوه بيكون بالنسبة للممثل انجاز انجاز يحسب له ومحطوط عنده يتذكره انا سويت هذا الانجاز ومن ناحية ثانية اكيد لما بتكون من الدولة او من اي هيئة على المستوى الفني او من المجلس الوطني او وريفر كان المنظم لهذا المهرجان مال الجوائز اكيد هذا اللي بخلينا نكمل دافع يا صح هذا اللي بخلينا نكمل ولا انا بقعد اتعب 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 بدون تقدير بحس انه ما اش حق اقعد اقدم عيلا انا اتعب عشان شنو ما في حتى كلمة الله ولا كلمة شكرا الجائزة نفسها تعطي الدافع حق الفنان محتاجها محتاجينها فعلا انتي تستحقين جائزة تشجيعية من الدولة انا انا والله انا مناطر الجائزة بس اكيد اذا اخذيتها بكون فخورة بنفسي وبقدمها الديرتي والبنات ديرتي على مستوى الفني انا انا سويت شيء على المستوى الفني اكيد لما باخد جائزة تشجيعية من الدولة هذا شيء بيكون وايد عود عندي انا استحقاق انا قشكله انا استحقاق مادري عادم تشوفين انا انا رشحوني خير رشحوني يعني تونك ان تكلم انا على موضوع الجهب وشذي والاستحقاق يعني اذا انتي تستحقنا راح تاخذينها فعلا انا استحق الجائزة ان شاء الله ليش لا اطمح يعني ما طماعة اكيد بكون انا طماعة و بقولك اطمح ان انا اخذ جائزة الدولة التقديرية ليش لا اوه مطمع اوه رضا رضا داخلي الانسان اللي اقتنع فيه ان انا قدمت شيء جميل بعد في عندي بعد يعني انا ما اقول انا قدمت كل ما عندي عشان انا استحق وخلاص و اقعد بالبيت و اقول شكرا لا بالعكس هي تشجيعية من اسمها لان اتشجعش ان انتي قدميها بالضبط يعني هي بالنسبالي لو ااخذها لا راح اقدم زود وافضل 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 اكيد طبعا طبعا عشان شري يا قوله لا والله اطمع واطمح مرام شايفة انه في ناس يعني قدمت له هذي الجائزة و استغررت بقلت لي ما قدم انتي ليش تبده شئ لنا بالطوف لا لا حرام هي من الناس اللي نيتها بدون اسماء هل في لانه يدور هذا الحوار في جوائز عطت بدون استحقاق ما قدر اقول لك وشنو كان تنظيم او منو كان هذا المسؤول عن هذه الجوائز وليش قدمت على اي اساس يعني في اسس وفي عناصر وفي اشياء لازم تتوفر عند الفنان عشان يستحق جائزة يعني اذا كان هو فنان وانسان وقدم شي رسالة فعلا على المستوى بنقول الفني او على المستوى خنقول يعني توفى كل العناصر الاخراج الاضاءة التصوير ليش لا صحيح هذا يستحق التشجيع عندشة الجوائز فيها واسطات لا احنا نتكلم على المهرجانات تكون حكومية اكثر من المهرجانات الخاصة المهرجانات الحكومية منصفة لانه في لجان وفي لجان مختصة وفي ناس مختصة في التقييم وتعطيش درجات وتاخذين انا كان نفسي اشارك في مهرجان من هالمهرجانات بس ماكو وكت هذه المهرجانات يبيلها تحضيرها عشان انا اطلع على خشبة مسرح وقدم مسرحية حق مهرجان انا محتاجة قبلها اربع شهور برافوت على الاقل اكيد في هالا اربع شهور انا اقدر اوقف مسلسلات يعني فانتي عشان تلاحقين ماها يا هذا يا هذا فانا يدوبك الاحق على مواسم العيد في المسرح صحيح ورا بعض ما تكبرين ما انتي عشان اتقدمين عمل فني برمضان لازم بلشتكل تصوير بلشتكل تصوير انزيل اوكي متأسوي بروفات ما هو يا هذا يا هذا ما اقدر صعب التنسيق وخصوصا انه مثلا انا ما اخذ لي سبع حلقات لا انا اخذ ثلاثين حلقات يعني مشاهدي موجودة في كل موقع صحيح 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 اعرفتي فبكون في كل لوكيشن بكل مشاهد بس ان شاء الله يعني السنة الياية يكون عند تشت طموح الاكبر ان شاركين في هذه المهرجانات انا خذيت جوائز على فكرة خذيت اكثر من جائزة من متميزون وخذيت وعلى مستوى الدولة خذيت جائزة ب2009 افضل ممثلة مهرجان الاذاعة والتلفزيون في مصر افضل ممثلة ممثلة مهمة والحمدلله يعني هذي النوع من الجوائز انا قاعد اقول لش والمسرحيون خذيت بعد جائزة على ساعة مرس ما اقول لش انا احنا ما نستحقها او على على خنقل على نطاق الاستحقاق تعبنا. صحيح. لا والله تعبت. سويت بروفات أشهر. وقفت نقط عرق على الخشبة. هذا كله ما تعرفين. لما تأخذين الجائزة هتحسين هنا برضا. تنسين كل التعب. تمرت هالتحب هالتحسين. تمرت تعبت. تسمعينها. أنا مثلا ثمرت تعبي. وطيحتي حتى بدفعة القاهرة. أنا سمعتها بدوني. سمعت التشجيع بشارع. وشون الناس كانت حابة القصة. وتعايشوا معي. ويكلموني على الدائرة. كنت تقاطرها. وليش رديتي لها. وفي واحدة الله يذكرها بالخير. الله يذكرها بالخير. ثبتني بعد. قلت رديتي لها يا سخلص. جلت شين سووا بعد. تعايش الناس هذا حلو. أصبع ناتا أنت فعلا مؤثرة. وانت يمره أساسا أفوية. نعم. تمثيل تشعفواي كأنه فعلا يعني أنت عايشة القصة ضمير. على ما طلعت من لطيفة. استدرين شنو تعبت أنا. على ما فسكت من لطيفة. رفوض سوفيك مبصام الممثلين. الله يعينكم. إحنا لا. يعني شوفي. لما دريت أن هذا الجوكر انتحر. قلت أدري. ما عرف يطلع من الشخصية صحبة. وخصوصا أنها شخصية شرية. صح. طلعت كل الشر اللي داخله. تحسين الممثلين يحتاجون في يوم الأيام منهم ويروحون لديكاترة نفسيين؟ طبعا. واللي مايروح هذا بعد خلي روح ينتحر. لأنه لا أتكلم عن أي ممثل. مايخالف. في ممثلين مايتقموصون وايد. مايتشون. لقد قلت أدري. لا هي ليست أدري. أنا أحس. أتعايش. صح صح صح. التعايش هذا ماال الشخصية هو اللي تعب. نحن يمكن عشان بعد الحمد الله قولي. نقدر نعرف نطلع روحنا. بيت عيال لهيتي. وشون ترجعين بسرعة. بسرعة ترجعين حق حياتك الطبيعية. حتى لو عشت حيات مشابهة لحياتي مرح تتعب. لكن إذا عشت عاد شخصية مغايرة تماماً. أكيد رح تمين. طبعاً. تتعبني لأن أرجع شديد البيت. طبعاً. خصوصاً إذا شخصية شهرية. نفس الخافي عظم. نفس الخافي عظم. وي راح ألفيها اللي بيت. زي مرام بما أنك عفوية شدي حتى في أدائك وطمصتك للأدوار. حضرتي حفلة الفنانة أصالة. أي. وإن شاء الله سأخذت لجوتي على المسرح لأنها تعبت. وأنا فاصختها من زماني. من قبلها؟ أنا من قبلها. قلتها ساعة قتلت وعلي عصب أحد يشوفني. ما هي التصرف العفوية بدار منها؟ لا أدري شنو بس إنه يمكن تعبت فعلاً الكعب تعبها. أي. إذا الكعب تعبها شون بتغني وهي مرتاحة. حسناً ترمض من وضع حرامة. ممكن أن تتعب نفس التصرف؟ والله إيه؟ أي. والله صدقيني إن كنت محسوين. ما أقف المعاناة. وخصوصاً إذا واحدة مثلاً بنجومية أصالة. يعني الجمهور بيتقبل منها أي شيء. أكيد طبعاً. أي تصرف بيطلع منها عسل على قلبها. صح. لأنها شيء قيد. لها جمهورها وبنانة. يعني نجمة كبيرة في عالم الغنى. طبعاً أكيد. فلما تصرفتها التصرف مت من الضحكتانة قطتها قبلت أصارخ. قبلت أصارخ. حبيبتي. مرام. ما أمنياتك ستكون فيه عشرين عشرين إن شاء الله. قلنا لك. ما قلتك. 13 مليون يا رب. غيرهم. غيرهم. هذا رقم واحد. غيرها. رقم اثنين. دعنا نكون واقعي شوية. تبين واقعي؟ ما كوشي واقعي. ما عندك ستكون إن شاء الله. إن شاء الله طبعاً بداية السنة. سأكون إن شاء الله في مدينة الإحساء. عندي عروض في مسرحية خطوات الشيطان. لدينا إن شاء الله دورة في السعودية. لدينا من أكثر في مدينة. وإن شاء الله بنروح بعد شهر اثنين. عندي هم عروض حق مسرحية خطوات الشيطان في البحرين. وداخل مسلسل اسمه أهل ديسمبر. كوميدي. مع أستاذ طارق العلي. والنجم الجمال الردهان. وميس قمر. ومعنا بعد شبابي الدد. ومحمد الصراف. ومحمد المهدي أظنني اسمه. إن شاء الله كوكبة جميلة. محمد الفيلشاوي. إن شاء الله من زمان أنا ممسوي كوميدي. ويتشوفوا إن شاء الله شخصية وايد جديدة. راح أتكلم باللهجة البدوية. حرق بعد أكثر. أحرق أكثر؟ أكثر بعد. هالله هالله بتشوفيني وعدة ثانية. هذه المرأة منورتين اليوم وشرفتيني. لا والله أنت اللي نورتوني حياكم. صحيح. ختمي معنا. ختمي معنا. ختمي معنا. نحن باقي إن شاء الله دقائق. ويعني يتصر عشرين عشرين. ندلش السنة اليديدة. نبين نختم ختمة حلوة تشديد معتش. شون تبين. انتوا قولوا لي شنو أمنياتكم. نحن قلناها وردي ترى. أنا ما سمعت. قلناها. من حدي. من حدي أسمع. نحن نتمنى يعني إن شاء الله. قاد ينهار. حلي عنات السلام والحوب والصد صد. صحة والعافية. أنا قلت صحة والعافية. أنا أي والله. أنا أتمنى إن شاء الله صحتي ترجع أكثر بعد. إن شاء الله يا رب آمين. وإن شاء الله الله يعطي لنا ونقدم أشياء حلوة. نجاح. إن شاء الله. إن شاء الله. trabalh использовать إن شاء الله. إن شاء الله جلد وبركاتنا. إن شاء الله يموت كل أمنياتنا. كل أمنيات أي شخص قريحون رؤيتنا اليوم خلال شاشة إلى الاتي في. نراكم إن شاء الله سن sometime مبدو بس. الدراءة الله. خلاصة شغوار يريدونها تتوحون على خير مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة